جاء اطلاق اعلام مملكة البحرين في اوروبا الذي انطلق من العاصمة الايطالية روما مؤكدا على النهج الذي ارساه جلالة الملك المعظم في نشر قيم التسامح والتعايش السلمي باعتبار الاعلام محتويا على القيم الجامعة والالتزام بتعزيز الحرية الدينية للجميع وكان مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي قد اختتم بنجاح فعالية تتشين اعلان البحرين في اوروبا من العاصمة الايطالية روما اختتمت مملكة البحرين اطلاق اعلان مملكة البحرين في اوروبا الذي انطلق من العاصمة الايطالية روما هذا الاعلان الذي خطه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه يعتبر منهاج عمل مملكة البحرين في دعم وتعزيز التعايش السلمي ليس على المستوى المحلي فقط بل عالميا ايضا اعلان مملكة البحرين الذي تم اطلاقه في اوروبا من روما يعتبر مرحلة هامة لتعريف المجتمع الدولي باهمية ما تتضمنه الوثيقة بما يعكس النموذج البحريني في التعايش السلمي فالاعلان يستند على اهمية الايمان بالمعتقد باعتباره امل الانسانية والاطار الذي يحدد اسس الحياة واخلاقيات التعايش بين الشعوب اعلانه مملكة البحرين وباعتباره رؤية ملكية من فكر جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه دشن في عام 2017 لاول مرة فظهر الى العالم باعتباره وثيقة تلتزم بتعزيز الحرية الدينية للجميع بروح من الاحترام المتبادل والمحبة المؤدية الى التعايش السلمي والقضاء على التطرف وفي ديسمبر من عام 2020 دشن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي اعلان مملكة البحرين في امريكا الجنوبية انطلاقا من جمهورية البرازيل الاتحادية حيث ان مملكة البحرين تطلعت الى تعميق اواصر تعاونها مع دول امريكا الجنوبية استنادا على قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل بين جميع الشعوب والاقاليم التسلسل الزمني لاطلاق اعلان مملكة البحرين وتعزيز بيئة المجتمع الدولي ورفضها بالقيم السامية تؤكد الحرص الكبير من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على نشر هذه القيم باعتبارها قيما جامعة رغم الاختلافات بين بني البشر وجاء اطلاق الاعلان في اوروبا محطة مضيئة اخرى ضمن جهول العهل المعظم لتؤكد مملكة البحرين بذلك تبنيها لهذه القيم عالميا ترجمة نانسي قنقر